السلام عليكم متابعيني يعطيكم ألف عافية تعالوا نحضر مع بعض معجنات السبانخ بعجينة قطنية جدا طيبة وهشة بنفس الوقت خلينا نبلش الفيديو ونبدأ بسم الله أول شي لتحضير معجنات السبانخ رح أبلش بتحضير العجينة أكيد بجاة عميق أول شي رح أحتاج لخمس أكواب من لطحين متعدد الاستخدام رح أضيفهم بجاة عميق زي ما حكينا وحضيف عليهم ملعقتين كبار من الخميرة الفورية ملعقتين كبار من السكر وملعقة كبيرة من الملح ورح أضيف عليهم ملعقتين كبار من اللبن أو الزبادي وملعقتين كبار من حليب البوتر ورح أضيف ربع كوب من زيت الزيتون رح أخلط هاي المكونات كتير منيح مع بعض وبعد هيك رح أعجنها بالمي الدافية تقريبا احتجت لكوبين من المي أكيد حسب نوع لطحين اللي بتستخدموه وعجنتها لحد ما صارت عندي هيك العجينة هل رح أغطيها بعد ما أضفت على وجهها زيت الزيتون ورح أتركها لحد ما تتخمر وبهاي الأثناء رح نحضر السبانخ عني نص كيلو من السبانخ مفروم ومخسول رح أضيف عليهم ثلاث حبات من البصل دبلتوا مبرو بع كوب من زيت الزيتون وكمان ضفت عصير ليمونة كاملة وهل رح أضيف الملح تقريبا ملعقة كبيرة أربع معالق كبار من السماق هل رح أخلط هاي المكونات كتير منيح مع بعض وهيك الحشوة بتصير جاهزة عندي أخدت كمية من الحشوة وضفت عليها الشطة الحارة أكيد حسب الرغبة وهون العجينة اختمرت وصارت جاهزة عندي هل رح أبلش بتقطيع العجينة لكورات صغيرة بهذا الشكل وأتركها ترتاح كمان خمس دقائق بعدين نبلش بمعجنات السبعنخ فردت العجينة بهذا الشكل وضفت كمية من الحشوة وطبقتها بهذا الشكل أكيد طبقوها حسب ما بتحبه وبعد هيك ودتها على صنية الفرن ورشتها رش صغيرة من الزيت ودخلتها على الفرن بعد ما ضفت السمسم وحبت البركة على الوجه أكيد اختياري بعدين دخلتها على الفرن زي ما حكينا وأول ما تأخذ لون من تحت رح أحمل الوجه وهيك بصير عندي معجنات السبانخ جاهزة بطريقة جدا سهلة وبطعم جدا طيب خلينا نقدمها مع بعض وصحتان وعافية ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر